اشتركوا في القناة مهددات بالطرد من قبل بلدية المنطقة بحجة التجاوز عائلة ام محمد محرومة من ابسط حقوقها حتى ان احدى نساء العائلة تبحث عن فرصة للعمل لتوفير الغذاء والدواء ولا تجدها انا عندي والدتي حي المريضة صحتها تعبانة يعني وعد احنا نسوة خمس نفرات زين ولا حول ولا قوة واريد يعني الطيبين الخيرين الحكومة تنظر الى حالتي يعني مشروع يعني راس مالتة يعني اعين نفسي وعين عائلته وعالج امي فيما لا تجد امرأة اخرى من العائلة العلاجة لطفلها المريض حالتنا حي التعبانة وعندي والله ابني مريض ما عندي فلوس العلاج تأجيبه والله وحتى فلوس العلاج ما عندي تأوديه للطبيب واناشد الحكومة احنا بالتجاوز ساكنين بالخمسة كيلو حالتنا حي التعبانة ويوميا يجون يهددون يريد يفلشونهن علينا وما عندنا حالتنا حي التعبانة هو مقامل بيتنا المعاناة اليومية التي تعيشها عائلة ام محمد تحاكي حالة الاف العائلات النازحة من جراء الحرب التي وضعت اوزارها قبل سنوات دون تحرك حكومي يذكر لمعالجة ملف النازحين سوى اغلاق مخيمات النزوح دون توفير البديل مثل تعويض الضحايا ماليا او اعادة اعمار مناطقهم وذهاب اموال اعادة اعمار المدن المنكوبة الى جيوب الفاسدين كما لم تخصص اية اموال لتعويض النازحين في موازنة 2021 ترجمة نانسي قنقر